موضوعنا الأخير بقى في حلقة النهاردة هو موضوع بقى مبهج مختلف شوية عن اللي فاته بقى عن اللي فات قصدي موضوع مبهج جميل بيكون فعلا حدث بينتظره كل أب وكل أم ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بمولود جديد الحدث ده هو الاحتفال بعيد الميلاد الأول للطفل حدث مهم وجميل لكن برضو لا يخلق من نصائح لازم نقولها لحضراتكم النصائح دي الخاصة بالاحتفال بأول عيد ميلاد للطفل ضرورية علشان يكون الاحتفال ملائم وصحيح مش بس لنا لكن كمان لصاحب أو صاحبة الفرح ده وهم دول أكيد الأهم اللي هم الطفل والطفل كلنا منتظرين كلنا مهتمين لكن الحقيقة بقى أن الطفل اللي عمره دلوقتي سنة فعليا مش فارق معه حاجة خالص في الاحتفال ده طيب إيه الأخطاء على فكرة مش فارق فعلا معاه إيه الأخطاء اللي بتحصل أول خطأ هي إن إحنا نفكر مع بعض أو نقول بعض أو نشجع بعض إن إحنا نقعد نقول إيه عايزين حفلة عيد ميلاد استثنائية عايزين حاجة ما حصلتش ده أول مولود ده أول حفيد ده وهكذا في ناس بتأجر قاعات سواء اللي بتكون المخصصة للمناسبات الكبيرة زي الأفراح والحاجات دي كلها القاعات دي ممكن تبقى في النوادي أو في المطاعم أو حتى الفنادق ده غلط الناس كمان بتبالغ جدا في التصوير سواء التصوير العادي أو التصوير جلسات التصوير اللي بيسموها الفوتو سيشن يعني حدث بقى تصوير موازي للموضوع برضو ده مبلغة يعني أنا كل ده مش بس مش فارق مع الطفل ده ممكن يكون موتر جدا للطفل من الأخطاء برضو اللي بنعملها الزينة الكتير الفقرات الكتير فيه ناس بتعمل فقرات ويعني وحاجات كده أكدناها احتفال موسيقي يعني معتبر فيه ناس بتعمل مفاجآت يعني خلال الحفلة يتعمل مفاجآت كتير ناس كتير بقى قوي من اللي بيفكروا بالطريقة دي أو اللي بيتصرفوا بالطريقة دي بينسوا إن التخطيط ده أصلا كله مش مناسب للطفل اللي هو ضيف شرف الحفلة اللي هو الحفلة معمولة زي ما بقولوا على شرفه الولد أو البنت اللي تمه سنة أكيد أنا مش قصدي أكون دم تقيل أو كئيب لكن الحقيقة إن فعليا مفيش مساومة فيما يخص الطفل وعوامل أمانه ورحته النفسية طيب يبقى سمعنا إن إحنا ما نبلغش في الاحتفال إيه النصايح بقى هقول لكم أول نصيحة لابد من تحديد عدد المدعوين يعني لازم نقول مين المدعوين وعددهم قد إيه ما يكونش كبير ولو في أطفال مش المفروض يزيدوا عن ثلاث أطفال عكس تماما الصورة اللي انتوا بتشوفوها في الأعمال الفنية لأنه زيادة الأطفال يعني معناها زيادة التوتر بنسبة للطفل وزيادة فرص حدوث حاجات لقدر الله مشاكل في أثناء الاحتفال ولازم نحدد لما بقول المدعوين مين يعني إيه يعني أقرب المقربين بالمعنى الحرفي أقرب المقربين الاحتفال ده يا جماعة لازم يكون زي ما بنقول كده في اللغة المصرية الدرجة الجميلة الاحتفال ده بيتي وعدية قوي قوي علشان خاطر يمر بسلام ويمر فعلا يكون مريح للطفل أولا ثم لنا ثانية الزينة بتاعت الاحتفال لازم تكون قليلة ومتكررة وده عكس رغبات ناس كتيرة قوي أنا عارف يعني الزينة بتاعت الاحتفال دي تكون قليلة قوي بلاش الدباديب الكبيرة فيه الدباديب كده كبيرة أو فيه دمى بتبقى كبيرة كده ما فيش دعي لها خالص دي وما فيش دعي برضو للناس اللي بيلبسوا الكاركتر اللي هم يلبسوا شخصيات كرتونية أو حاجة زي كده أولا الناس دي بتخوف الأطفال في العمر ده مش بتسعدهم زي ما أنتم فاكرين يعني ممكن تكون ملأمة أو حاجة سعيدة جدا أو مبهجة للأطفال الأكبر والأكبر اللي هم في سن خمس سنين واربع سنين فما فوق إنما في السن الصغار قوي ده لو سنة الموضوع ده بيبقى في منتهى القلق بالنسبة للأطفال الصغارين بيقلقوا جدا من الأحجام دي والطريقة دي بتاعت اللعب والاقتراب منهم والكلام ده كل بلاش ارتداء الأقنعة فيه ناس كده بتروح لابسة أقنعة كده في الوش وبتتباع الحاجات دي مستلزمات أعاد الميلاد دي ما أكثرها يعني ولكن ما أقل المناسب للي عمرهم سنة البلونات لازم تكون قليلة جدا ومش منفوخة قوي لأن فرقعة البلونات بتخلي الأطفال تتفزع وتعايت 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 فترة طويلة من الفرقعة البلونات طبعا ده فيه جبار بيتخضوا يعني لكن الخطر الأكبر يعني طبعا حكاية الأطفال تتخض دي حاجة ليه اعتبرها لكن الخطر الأكبر إن أجزاء البلونات الممزقة ممكن تؤدي لقدر الله للاختناق أيوة لو فيه الفرقعة كده وبتاع وإحنا مش واخدين بالنا بقى مش هنقعد نجمع البلونة اللي فرقعة دي كم قطعة والأطفال بقى اللي صغيرين لسه لو بيتعلموا المشي أو فيه أطفال أكبر شوية أو كده يحطوا حاجة بيقول لقدر الله تعمل لنا مشكلة كبيرة لا قدر الله حلويات الاحتفال أو الحفلة دي لازم تكون محلاة يعني معمولة من البداية متحلية بعصير فواكه مش بالسكر العادي السكر التقليدي لأ غلط تورتة الجزر اللي هي الكاروت كيك دي تورتة الجزر ده اختيار كويس جدا لأن هي أصلا ما بتاخدش يعني وسائل تحلية كتير هل الطفل في ناس بتسأل الطفل ممكن يدوق من التورتة بتاعة عيد ميلاده آه ممكن يدوق منه بس بشروط برضو دي فيها شروط طبعا دي فيها شروط إن ما يكونش التورتة دي فيها عسل لإن قلنا العسل ده دعيد ميلاد الأول العسل ممنوع قبل النهاية السنة الثانية تمام ما يكونش فيها مكسرات حتى لو هي حتة صغيرة حتى لو حتة صغيرة المكسرات خطر غير إنها بتعمل حساسية خطر في البل وطبعا ما يكونش فيها كريمة كتير تمام الأكل طبعا ممكن يبقى فيه أكل الأكل يكون وإحنا قاعدين علشان الأطفال تقلدنا بلاش نقف يعني الناس تقعد قدر المستطاع علشان الأطفال يشوفونا وإحنا قاعدين كده فهتلاقيهم هما كمان يعودوا ممنوع إن إحنا نقدم عنب مثلا أو أي فكهة صغيرة الحجم عنب أو كريز يعني أي فكهة صغيرة في الحجم ممنوع ممنوع الفشار وممنوع السوداني كل دي حاجات ممنوعة ممنوعة في الأكل بالنسبة في اليوم ده وممنوع الألعاب النارية مهما كانت بسيطة هتقولولي ألعاب نارية إزاي يعني لا فيه ناس يعني أنا بقول الناس الأولانيين بقى اللي هما بيأجروا قاعاته بتاقي دول بيعملوا حاجات غريبة جدا يعني بيعملوا فاير ووركس أو ألعاب نارية فعلا مزهلة يعني غريبة جدا جدا ودي في منتهى الخطورة منتهى الخطورة أنا بقول لكم بقى الألعاب النارية دي خطر حتى البتاع اللي بتتحطي في الترطة اللي بتولع دي ده غلط جدا بلاش أرجوكم فقرة الساحر وفقرة الأرجوز بالنسبة للعمر ده مش ملأمة ومسموح بالألعاب البسيطة اللي هي معمولة من البلاستيك أو الكرات المطاطية اللي بيكون ألوانها زهية قفل النور غلط لحظة اللي هو العيد ميلاد ده الشمعة أصلا مش هل ستكون ولعة عشانتوا بعارفين يعني يعني يستحسن ما تبقاش ولعة أرجوكم ما تبقاش ولعة مش انتوا هتجيبوا الشمعة مثلا مكتوبة عليها رقم واحد أو شمعة واحدة ما تولعوهاش وما تطفوش النور طفي النور ده بيكون موتر جدا للطفل الممنوع كمان إن احنا نأجل أكل الطفل يعني لو له معاد رضعة أو معاد أكل أو الكلام ده كله ممنوع نأجل الغيار بتاعه أو نأجل فترة نومه لأنه ممكن يكون عايز ينام في فترة دي وبلاش نضغط على الطفل فيه إنه هو يبتسم يعني إنه يضحك طول الوقت يبقى متزياف يعني للناس أو إنه يضحك في الصور أو إنه حتى يتصور لازم يتصور مع كل الموجودين احنا قلنا العدد محدود من البداية وبلاش نضغط على الطفل برضو إنه هو يتقبل الآخرين لأ تقبل الآخرين ده مش مطلوب من طفل عنده سنة يعني حضرتك غلطان إنك عازم مديرك في الشغل أو حضرتك غلطانة إنك عازم مديرك في الشغل لأنه ممكن طفلك ده ما يطقش يبص في وشه من البداية يعني وما عندهش هو أسباب بس هو كده يعني تمام الفرح بالهداية برضو إنه إحنا لازم نقول الطفل يعني حد جاب له هدية فلازم بقى الطفل يبدي ساعته لأ ممكن الطفل ولا يفرق معاه فما نتحركش بقى وإيه ده ونزعق إيه ده معقولة ده جدتك جايبه لك ده خالك جايب لك ده عمك جايب لك غلط خالص وبرضو ممنوع إنه إحنا نضغط على الطفل إنه يمشي لازم بقى شفته ده تعلم المشي خلاص لازم لبس الطفل يكون مريح واختيار توقيت الحفلة يكون في الوقت المناسب للأطفال مش للضيوف والاحتفال كله ياخد ساعة أو ساعة ونص على الأكثر ترجمة نانسي قنقر